بالنسبة لهذه الكريمة الغزال وزوين جميع انواع الفشرة جربوها لبنات فهو كريم رائع وكريم زوين ويخلصك جميع المشاكل ديال الفشرة يعني إذا كنت تعاني من المسامات الواسعة إذا كنت تعاني من البقعة الدكينة في الوجه الكلف النمش يعني ذلك البقعة التي تكون وليك حول الفم فهذا الكريم هو اللغة يهنك من ذلك المشاكل من جميع المشاكل للبنات واجربوه من أول مرة تيبان الفرق يعني من أول استعمال تيبان الفرق ولا دومت عليه فواضي يخلصك من جميع أنواع المشاكل هال الكريمة اللغة تغزال بزاف السلام عليكم لبنات كديرين لابس عليكم نتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال وصحة جيدة مرحبا بكم اليوم معي فيديو جديد اليوم غدي نوجد واحد الكريم رائع لبنات للبشرة كريم اللي هو رائع كريم اللي بنادي اللفت اللي هو معروف واللفت معروف باللي رائع للبشرة وهناك فيتامين سي فيتامين ايا وثقين فيتم ايضا نحت يخلصنا بجميع مشاكل البشرة المهم البنات تجد الكريم هذا ضروري ما خاسكم تجربوه لانه كريمتي يستحق تجريبه وممكن الليفت نستغله ومشي نستغله عفد الكريم استغله بزف ديالي ماسك يعني الليفت فكاك محكو كل ما دياله وهو وانيت نستعمله وقومج يعني دي كل باقايا فهو رائع البشرة فخليكم مع الفيديو منبين نتعرف على فوائد الليفت اللي هي مهمة جدا البشرة ومهم انك تعرفيها بش تعرفي يعني الخصائص ديال هاد الكريم هذا وكي غيرجعلك البشرة ديالك وهنا الغزالات غادي نبدأ وباسم الله على بركة الله نبدأ ونوجه الوصفة عندي هنا لفتة وحدة بيضة اللفت البيض غادي نقشروها ومن بعد غادي نحكوها يعني غادي نقشروها كما كتلكم ومن بعد نحكوها في حكا كرقيقة المهم هادي عندي كبيرة قسمتها الجوج غادي نقشرها وانظر في المغرية برا تيكون دك صغير تيكون زوين يعني احنا تيكون عندنا هذا اللي تيكون عندنا هذا كبير بزف مهم البنات غادي نقشرون بعد نحكوها بالنسبة لفتة البنات ارازوين بزف البشرة ويعني مزيان ناكلوه ومزيان استعملوه كف وصافات فبالنسبة لفتة البنات فيه نسبة عالية من الفيتامين وهذه الفيتامينة تيساعدونا على نعمة البشرة يعني وتيعطوها واحد اللمعان وتي منعم ضهور علامة الشيخوخة وفيتامين سي هو اللي كيساعدنا على بناء الكولاجين اللي تيقللينا من ضهور بتجاعد وعلامة الشيخوخة يعني تيكاثحهم ارى معرفة باللي فيتامين سي مزيان للتجاعد وكيما كنت لكم هذه الفيتامينة يعني تيعطونا واحد اللمعان واحد الناضارة في البشرة وتيحفظونا على بشرة صحية وتيساعدونا على حماية البشرة من الاسميرار اللي تيكون ناتجة من على أشعة الشمس وتيجددونا خلايا البشرة وتيحفظونا على البشرة يعني تتبقى البشرة مزيان وخلية من العيوب مهم كانوا هذو ما الفوائد دي اللفت للبشرة وعندو فوائد كتير بالنسبة الصحة مزيان للبنات بالنسبة البنات اللي بغي ننقصوا في الوزن فهو تيخليك تتحسب الشبع يعني تتبقي شبعانة وبالنسبة الناس اللي عندهم مشكلة لجهاز الهضمي يعني تيحيد تيقلل من من الإمساك وبالنسبة السرطان فعندو فوائد كتير بزاف المهم أنا من بعد ما حكيتو هنا غد نديرو في واحد كاس رونا ولا قامينا المهم ديرو في اللي بغيتو ونضف عليه واحد الكاس دي الحليب يعني كامل الدسم وبالنسبة الحليب برا معروف مزيان للوجه وبالنسبة الحليباء اللي بنات فاو ينطف لي هنا البشرة وتيفتح البشرة وتيعرج لي نحب شباب وتيرطب لي هنا البشرة وتيقشر لينا البشرة وتيعرج لينا حرق الشمس وتيوحد لينا لون البشرة وتيحرب لينا التجاعد وعلامة الشيخوخة يعني مزيان بزاف اللوجه المهم هنا ادرت بقلب البوضة وغد ينقص عليه ونخليه يطبخ مزيان باش يطبلينا ذاك اللفت وفي نفس الوقت يعني الحلبته هو يطبخ المهم هنا يا من بعد ما حيته غدي نخليه برد وهنا البنت عن ضيفه عليه الضوف برا المقطع اللي حكيت فيه الضوف ما ملقيتوش كنت نصور ما حد فيه نبشاء المهم ما ملقيتوش حكيت الضوف صابونية الضوف ممكن تعود ضوب اي صابون ولكن تبقى صابون ضوف يعني تنزيل اي نوع انواع البشرة وتلبش الحساسة يعني ما كي يضرهاش فكنفضلنا عن هذا الصابون اللي هو كي ما تنقول لكم دي مرة معروف تيقولوا لي قالب الجمال وتيحتوي على الربع دي الكريم مرطب تيساعدنينا في الترطيب البشرة وتيفتحلينا البشرة وما تيجففش يعني تيحافظ على النعمة دي البشرة ما تيخلاش يعني تنشفلينا تيبقى في هذه المديالها المهم هنا اضفت واحد مهم ضيفه اللي بغيتو انا ما باتوش يكون فيه صابون بزاف باش باتوش كالكريم ما يكونش فيه صابون بزاف المهم نضيفه خمسة دي المعال قول لاربعي يعني ما تكتروش هنا غادي خليناه برد ومن بعد غادي نطحنوه في الخلاط الكهربائي نطحنوه مزيان وعد باش غنضافوا لي المكوين الاخير ونديرو فوق البوطة وغايكون الكريم ديين نوجد سافة البنات هنا غادي كي ما كتليكم خليته برد غادي نطحنوه مزيان في الخلاط الكهربائي مزيان وهنا من بعد ما طحنوه هادي رجعوه في الكهربائي اللي كنا ديرينو فيها باش نضيفو عليه الميزينة ولا دقيق الدورة وموكي معروف يعني الميزينة بغانا يجي معلينا الكريم في نفس الوقت عندو ما نفع كتير بالنسبة للبشرة الميزينة ولا دقيق الدورة ولا الناشا يعني اره معروف بزاف في تفتيح البشرة وتبييضها وتحيد لينا زيوت اضافة من البشرة خصوصا الابشرة الدهنية يعني تيساعد لمتصاص wondered وتعجلينا الطفح الجلدي والحقول والتي تكون في البشرة وتحيد لينا حروق الشمس وتحيد لناツهيوج وبني تخفف علينا الباقعة الداكنة التي تكون في البشرة و تفتح لأن فيه فيتامين ا وتساعد على تفتح البشرة و تقللينا من الضنگ لانه فيه الزنق و الزنق معروف في محاربة تحب الشباب وتعزز لنا صحة البشرة وترتبها لانه فيه فيتامين ب واحد و فيتامين بجوج مهم فوائد كتيرة منكتفيوا بهذه القدرة من الفوائد هنا من بعد درتها على بوطة مهيلة وتنقوم نحركه ما نغفلوش اليها باش ما تحرقش لينا ومن بعد يعني هنا من بعد ما طفيت عليه قدي نخليه برد فوق البوطة وهنا البنات من بعد ما برد لنا الكريم غنضيروا في شيئيناء يكون معقم هنا درت حطت واحد جوج دي الكريمات يعني مني سالة الكريمات هنغسلهم وتنعقمهم وغنعمروا ذاك الإناء إلا كانت تكون شيئيناء كبير كان أحسن نضيروا الكيمية كاملة وتحتفضو بها في التلاجة يعني خليوها في باب التلاجة فيما بغيتو تتجبدو وتستعملو واردو للتلاجة صافي هنا يا من بعد ما وجدنا الكريم دينا هذا هو الكريم دينا كريم الرائع لبنات جربوه وما غديش تندمو غادي تهنو من جميع المشاكل ديال البشرة المهم ما البنات بالنسبة للتطبق ديال الكريم فهو تديريه يوميا تديري من 20 متى 25 دقيقة وتخليه من بعد تغسلي عادي وترطبو البشرة ديالك لكن تديري في أي بلاصة تتعاني مساواد ولا يعني أي مشكل فيها وتخليه ومن بعد تغسلي يعني تخلي واحد المدة ممكن تخليه تكتر من ساعة ومن بعد تغسليه واردو البلاصة اللي درتي فيها يعني الوجيه ولا أي منطقة ديالك بالنسبة للأي بلاصة تتعاني مساواد كحوليه هنا ولا رجلين ملتحت ولا أي بلاصة تديري فهو ممكن تديري وبالنسبة للطريقة الإحتفال دياله فهو تديري في البب ديال التلاجة وتخليه يعني المدة ديال الصلاحية دياله فهي من سيمانة المدة ديال الصلاحية دياله من سيمانة العشر يام أصلا إذا كنت تستعمل ليه يوميا فهو سيتقادي قبل أصلا إذا كنت تستعمل ليه يوميا فهو سيتقادي قبل لنقعم تكمل سيمانة إذا كنت تستعمل ليه يوميا فهو سيتقادي قبل لا تحتاجين تديري واحد آخر وهنا البنات سوف نطبقوا على وجهنا كما أولفت لكم ديالما يعني تنشرك معكم أي ماسك تنديروه معاكم الوجه بالنسبة للتل تحت العينين ممكن تديروه فهو سيضر لكم ويحايل لكم تلها لتستبدأ ودك السواد اللي تكون تحت العيني فهو يحيي لكم بسبب صهير بزاف و سوف نتخلوه مزيان في البشرة ديالنا ونخلوه واحد لمدة ونخلوه نخلوه من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة ومن بعد نصلوه وجهنا سوف نتخلوه في وجهه يعني نخلوه واحد لمدة ومن بعد نخلوه من 20 دقيقة إلى 25 صافي المهمة البنات هنا وصلنا نهاية الفيديو نتمنى الفيديوين الأعجاب ديالكم لا تنسوه اللايك ومتنسوه البرتاج مع الأحباب والأصدقاء لكي يستفدوه ويطبقوا هذا الكريم لكي يتحنون المشاكل لكي يعني سواء كان الكلف أو النمش أو البقعة الداكنة المهم أي مشكل واسلام عليكم في الفيديو سجد إن شاء الله اشتركوا في القناة